ويا بريس لجهات فاس مكناس درعا سفيلات والشرق حول سلك الباكالوريوس للتذكير فإن تنظيم هذه المناظرة الجهوية هو في الحقيقة تهرب من تنظيم المناظرة الوطنية التي وعدت بتنظيمها الوزارة على صعيد المغرب كأساتيدة باحثين في إطار النقابة المغربية التعليم العالي وبحث العلمي سبق أن نبهنا الوزارة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات الجيدة التي أدل بها الأساتيدة الباحثون سواء عبر الشعب التي ينتمون إليها أو عبر هيكلهم الممثلة لهم سواء مجالس كليات أو مجالس الجامعات أو عبر الهياكل النقابية المحلية والجهوية وحتى المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ولكن نفاجأ بأنه الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الاقتراحات الوجيهة التي أدل بها الأساتيدة الباحثون واستفردت بتنظيم هذه المناظرة الجهوية دون إشراك فعلي للفاعلين الاجتماعيين وبالخصوص النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ملاحظتنا حول هذه المناظرة بصفة خاصة وحول طريقة تنزيل سلك الباكالوريوس من طرف الوزارة الطريقة هي فوقية حيث استفردت لوحدها دون إشراك مجالس المؤسسات ومجالس الجامعات التي تعصبر من ناحية القانونية الهيئات المخولة قانونا من أجل المصادقة على هذه المشاريع فقامت أولا وانفردت وستفردت عفوا بوضع الهندسة البيضاغوجية لسلك الباكالوريوس يعني اختيار الوحدات التي ستدرس في كل فصل من الفصول وستفردت كذلك بمعية بعض رؤساء الجامعات رؤساء الجامعات وبعض عمداء المؤسسات بوضع المضامين المعرفية للوحدات في تغييب تام للأساتيد الباحثين ولشعبهم نحن كنقابة مغربية لتعليم العالي والبحث العلمي ومن خلالنا عموم الأساتيد الباحثين منذ سنوات ونحن نطالب بضرورة إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بنظرة شاملة وشمولية تبدأ بإصلاح المنظومة البيضاغوجية ويعني سلك الإجازة وسلك الماستر وكذلك سلك الدكتورة ونطالب كذلك بضرورة إخراج النظام الأساسي للأساتيد الباحثين الذي عمر ما يزيد على 25 سنة رغم عدة ثغارات ومساوي لما صدر سنة 1997 نطالب كذلك بمراجعة القانون الإطار 010 المنظم للتعليم العالي إذا قلت منذ ست سنوات نحن نطالب بهذه الإصلاحات لكن الوزارة كانت في غرف نائمة واختارت حتى لا أقول استغلت جائحة كورونا للقيام بتنزيل مجموعة من النصوص القانونية دون إشراك للفرقاء الاجتماعيين وهذا ما قمنا بالاحتجاج عليه دفتر الدوابط البداغوجية لحد الآن لم يصدر في الجريدة الرسمية لأنه حسب ما بلغنا أن الأمان العام للحكومة رفضت نشر هذه دفتر الدوابط البداغوجية في الجريدة الرسمية لمخالفته الصريحة والواضحة للقوانين المنظمة للتعليم العالي والبحث العلمي نتأسف كثيرا أن الرؤساء الجامعات يدوسون على كل قوانين وكأنهم في ضيعاتهم الخاصة ونحذرهم بأن طريقة تنزيل الباشلر بهذه الطريقة المتسرعة الانفرادية ستكون له عواقب وخيمة على منظومة التعليم العالي وبحث العلمي ومصير الباكالوريوس بهذه السرعة في تطبيق مصيره الفشل هذه السنة التي سميت بالسنة التمهيدية نعتبرها نحن في النقابة المغربية للتعليم العالي وبحث العلمي سنة مضيعة للوقت بالنسبة لعموم الطلبة لأنه هذه السنة ستقتصر على تدريس الطلبة اللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية يعني سنة من أجل تمكينهم من تحكم أو تطوير لغاتهم ومن أجل إعطائهم بعض المهارات كما يقال وبعض الكفايات هذه التمكن من اللغات وتمكن من هذه المهارات وهذه الكفايات من الضروري أو كان الأحرابهم أن يمتلكوها في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي نحن نقول بأنه الجامعة المغربية والجامعة عموماً على الصعيد الدولي هي جامعة لاكتساب المعارف والتخصص في المواد وليس حق للتمكن من اللغات ونعتبر كذلك بأن إضافة هذه السنة التمهيدية ستضيع الدولة ما يقرب من خمسة مليار درهم سنوياً ومضيعة للوقت الأسباب التي تقدمها الوزارة من أجل الانخراط في سلك الباكالوريوس نفسها الأسباب التي قدمتها الوزارة سنة 2003 و2004 للانخراط في منظومة بولونيا المد يعني منظومة ثلاثة خمسة ثماني سنوات إجازة ماستر دكتورا نفس الأسباب حاولوا إقناعنا بها من أجل الانخراط في المنظومة الجديدة هذه المنظومة الجديدة الآن أبانت عن فشلها والوزارة تحاول من جديد تجربة منظومة جديدة وكأن الجامعة المغربية أصبحت حقاً للتجارب نحن نقول للوزارة عليها الطريط وعدم تصرع في أجراء وتطبيق سلك الباكالوريوس سنة المقبلة نأخذ سنة أو سنتين نشرك الأساتي الباحثين المتخصصين العارفين في الميدان من أجل بلورة مسالك جديدة تتطلب لاحتياجات سوق الشغل وتتماشى مع المستجدات الدولية العالمية في عدة مجالات سواء في الطاقات المتجددة أو في البيئة أو في معالجة المياه أو في مجموعة من الحقول المعرفية التي قدمت فيها العالم أشواط وتقدمت فيها الجامعات العالمية أشواط نحن لازلنا داخل الجامعة المغربية نتكلم عن تمكين الطالبي من لغته العربية ولغته اللغة الفرنسية وللأسف الشديد وطالب الوزارة عوض أن تنهج هذا المنهج في تعليم العالي أن تقوم وتكون لها الجرأة لإعادة البرامج في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي حتى يتمكن التلاميذ من اللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية كذلك في الثانوي قبل أن يليجوا إلى الجامعة الجامعة فضاء للتحصيل المعرفي التخصوصي والبحث العلمي وليس لسمكيني الطالبة من اللغات ويأترس ترجمة نانسي قنقر